النهاردة الاربعة خلاص يوم السبت الجاية ان شاء الله في الحلقة اللي جاية هنجيلكم بعد المباراة لكن النهاردة هنتحدث عن هذه المباراة المباراة الكبيرة اللي هتجمع بين ليفربول وريال مدريد في نهاية دوري أبطال أوروبا نهاية تاريخي نهاية مكرر نهاية بين فريق هو الأفضل حاليا في العالم ليفربول طبعا مع منشستر سيتي وفريق هو التاريخ كله هو الاسم الأكبر في أوروبا هو صاحب الإنجازات الأكبر في دوري أبطال أوروبا وبالتالي هي مواجهة كبيرة ريال مدريد لأقصى منشستر سيتي وأقصى باريس سان جيرمان كوة كبيرة لكن ليفربول الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي الفائز برابطة المحترفين الإنجليزية اللي وصل لآخر نقطة مع منشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اللي بيعمل إنجازات عديدة اللي عنده محمد صلاح وعنده ساديو مانيو وعنده باندايك وعنده أليسون وعنده فابينيو وعنده تياجو وعنده هيردرسون وعنده أرنول لوربيرسون أكيد هيبقى خصم صعب جدا قدام فريق مليان خبرات وأسماء كبيرة كريم بنزيمة وطوني كروس ومودريتش وكاسيميرو وكورتوة طبعا وديفيد ألابة وأسماء عظيمة كربخال وميندي وفينيسيوس ورودريجو أسماء كلها حلوة إحنا بالنسبانا نستمتع بالكورة دي إحنا بالنسبانا نستمتع بينها إباريس نهائي كبير نهائي يستحقه ريال مدريد ونهائي يستحقه ليفربول بس هي الفكرة في إيه بص بقى هكلمك شوية بالصراحة كده وندردش مع بعض عشان دي الحكاية اللي موجودة على السوشيال ميديا طول الوقت من وقت مواجهة ريال مدريد وليفربول في 2018 لما كانت الناس خدوا بقى إحنا كشعب مصري هتلاقوا فاكين وقت الكلاسكو لما كان فيه أسماء ولعبين وحتى الآن يعني ريال مدريد وبرشلونة كانت القفهات والأهوة في مصر مليانة مشجعين مصريين ريال مدريد ومشجعين مصريين لبرشلونة فهتلاقوا كتير قوي من المصريين بيحبوا ريال مدريد من زمان من زمان قوي وفيه ناس بتحب ليفربول من قبل حتى ما يروح لهم محمد صلاح بيحبوا ليفربول التاريخ في إنجلترا بس الناس بدأت تقول لك هو أنا عسيف فريقي اللي أنا بحبه قوي ريال مدريد وهشجع ليفربول عشان محمد صلاح ده رأيش أنت حر فيه حقك بالمناسبة يعني الكرة دي تحديدا هي حب كرة تتحب تتفرج على فرقة ومنتمي ليها وبتشجعها ما من غير تنشانة ومن غير خناء حب اللي تحبه شجع اللي تشجعه تتفرج على اللي تتفرج عليه بس هي حكاية بالنسبة لي وبالنسبة الناس كتير إيه إحنا هنشوف محمد صلاح كم مرة في حياتنا نموذج محمد صلاح ده هيتكرر كم مرة في حياتنا كم مرة هيبقى عندنا لاعب بينافس في نهاية دورة أبطال أوروبا كم مرة عندنا لاعب هيبقى أفضل هدف في الدولة الإنجليزية أفضل صنق عليها في الدولة الإنجليزية النوعية أول اللي شبه محمد صلاح ده في المستقبل القريب هل أنت شايف حد شبه الله أعلم بالغيب بس في المستقبل القريب هل شايف محمد صلاح ده تاني لا طب شفته قبل كده لا فرصة فرصة الراجل ده نشوفه بيشيل كاس دوري أبطال أوروبا للمرة التانية ده أكتر من حلمه هو اللي عودنا على كده احنا ما كناش متخيلين أصلا ان يبقى عندنا لاعب مصري ينافس في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا أصلا ما كناش متخيلين ان عندنا لاعب ينافس للمرة التانية على نهاء دوري أبطال أوروبا أو تلت مرة عشان فيه مرة خصيرة طبعا بتاعت الإصابة بتاعت ريال مدريد انت بتخيل عندك لعب مصري لعب تلاتة نهائي دوري أبطال أوروبا تلاتة ده حلم مش طبيعي فهي بصراحة احنا ما نستمتع بالكورة العالمية وحلو على فكرة ان يبقى عندنا في مصري هنا مشجعين لريال مدريد ومانشستر وينايتد ومانشستر سيتي وليفربول وإيسي ميلا ويوفينتوس حلوو دي كورة وحلوو ان احنا بقى عندنا المجال كمان احنا نشوف المطشق دي في أوروبا احنا زمان وإحنا صغارين كان صعب colocaود احنا نتفرج على مطشق في أوروبا كنا بنتعب عشان نتفرج على مطشق في أوروبا باللطي الامور دي بقيت متاحة بقيت متاحة ان انت تتفرج على اي مطشق في أوروبا فبقيت تشجع فرق تمام حلو جميل بس لما تيجي على محمد صلاح لما تيجي على لعب مصري شرط يعني أي لعب مصري بيلعب نهاية دولة أبطال أوروبا هنا بقى إيه الحتة بتاعت الكورة والتشجيع والانتماء لفريق بيتقل قدام الانتماء الانتماء من بلدك بقى هنا بتروح لحتة تانية تراح بقى لمحمد صلاح فدي بس نقطة النقاش ولا أنت هنا بالمناسبة غلطان أن أنت بتشجع مثلا ريال مدريد وهيتقل لك إيه ده أنت بتخوني من بلدك ولا اللي بيشجع محمد صلاح أنا رجل بشجع ريال مدريد بحب ريال مدريد جد بس في المطش ده والمطش بتاعي في 2018 كنت بشجع محمد صلاح بشجع ليه بربول قلبا وقالبا يعني اللي هو بسرخ وبزعل وزعلت لما ليه بربول خسر نهاية الأولان من ريال مدريد ولا ده غلطان وكده مش منتمل فريقه بشكل جيد يعني يقولك إيه أنت يا عم انت منتمل نص نص انت بتحب ريال ما ليه نص نص انت كان مش من المشجعين التوال لا يعني مش كده خالص يعني الحكاية مش كده ولا هي أخناقة ولا هي مشكلة ولا بتاع سوا عندنا لعب مصري محمد صلاح إن شاء الله في رأيي هيتوهج في المباراة النهائية هيبدع في المباراة النهائية بقاله فترة بعيد عن المستوى لأسباب لها علاقة بدنية إصابات نفسية طبعا بعد كاس الأمر الأفريقية وتصفات كاس العالم بس تصوري إنه مباراة ريال مدريد القادمة دي هي تحدي شخصي لي تفاكين طبعا اللي حصل من راموس في المباراة الأوناء والإصابة اللي حصلت لمحمد صلاح وانه ما كملش المباراة بس احنا في المباراة دي مباراة السبت أعتقد صلاح هيتوهج هيعمل أداء رائع راجل ده هيعمل أداء مدهش بإذن الله بإذن لو ربنا يحميه في المباراة وربنا يحميه مقابلة المباراة كمان ويبقى جاهز لها لو بتتكلم كورة بقى لا فليفربول أفضل من ريال مدريد لو يعني بالورقة والألم لا أفضل خاطت فعليفربول بانضايق ومتيب لا أحسن من شنائي الدفاع سواء ميليتاو أو ديفيد ألابا في ريال مدريد بتتكلم على الباكرايب بتاع ريال مدريد كربخال وأرنلد لا أرنلد آه كربخال خبرات أكبر بس أرنلد أفضل روبرسون واللميندي لا روبرسون طبعا أفضل سولاسي الوسط ده اللي ممكن شوية يبقى فيه مودج وكازيميرو جامدين فابينيو وتياجو جامدين وهندرسون طبعا كايتها ماشي بفترة اللي فاتت بشكل كويس بس نص الملعب ممكن تقول اللي اتنين شبه بعض ما بين الخبرات وما بين التقلق ما بين الخبرات والتقلق توني كروس طبعا بقى له فترة بعيدة عن مستوى فريال مدريد قدام بقى لا لا ساني ماني صلاح جوتا أو حتى لويس دياز أفضل من هجوم ريال مدريد كمجموعة لكن طبعا كريم بن زيمة طاير جامد جد بس الباقيين بقى فينسيوس يعني يا ام يدي ماتش كويس يا ام يدي ماتش وحش رودريجو ممكن ياخد لقطة زي بتاعت منشستر سيتي بس مش هتكمل معاه أو تكمل بس مش مستوى ثابت أو اسم كبير يعني رودريجو لسه صغير في السن كمان فانت على الورق لا ليفربور أقوى وكنزام وشغل فني يورجان كروب أفضل من أنشروتي مش بتكلم على التاريخ تاني بتكلم لوقتي يورجان كروب أفضل الريال عنده مشاكل أصحيح الريال بشكل إعجازي إعجازي تخطى منشستر سيتي وتخطى باريس سان جيرمان في الأدوار السابقة في دورة أبطال أوروبا بس طبعا كان معاه شوية توفيق والتوفيق مهم في الكورة مش حاجة عريب يعني بس كان معاه توفيق كبير جدا لكن لو على الأفضلية تم موالاء السيتي كان أفضل من ريال مادريد تحديدا في مباراة الزهاب لخلص تربعة ريال مادريد كان أفضل بكتير بس كان وجهوا سوق توفيق كبير جدا وفي مباراة العودة لليال مادريد في خمس دقائق خلص كل حاجة على منشستر سيتي